الإيمان يكون ضروري يكون مبني على كلمة الرب يعني كل إنسان يقول مؤمن وإذا لم يحافظ كلمة الرب أنت ليس مؤمن مؤمن بشو أن الله لا يمشي الحين ماشي لهيك بلش اليوم أمان خطوة يمكن منك بتعوض تقرأ لو أنت بتعرف كلمة الرب ما بتكون عم بتحس بيضاف وبيواجع وبيتعب وبيهم وهيك بشي لهيك بلش في خطوة يقولوا يا رب ما بحب أنا أقرأ وما حدا مننا متعوض يقرأ وأنا كنت أكثر إنسان بكره لقرية وإذا أريد ما بفهم ولكن في ناس ما بتعرف تقرأ عربي ولكن وقب يكون رغبة قلبك تقرأ الرب يعلمك تقرأ كلمة وهيك صغيرة معنا كتير في ناس ما بتعرف تقرأ كلمة الرب ما بتعرف تقرأ جريدي حط جريدي ما بتعرف تقريها حط الإنجيل وبيقرأ وفي أشخاص ما بيفهموا الكلمة شوية جهد تثبت أنه بدك الرب من قلبك لأنه إذا طلبتوا من قلبك بتلاقي هون سيتا الرب يفتح لك ذهنك تتفهم الكتب وسيتا هون بتصير أنت تحب الكلمة تعرف تديش بتناكسها حياتك حياتك لأنه مثل ما قلنا الكلمة هي روح بتاخد روح في أشخاص بيقولوا في عبقة صدري مخنوق مخنوقة مظبوط مخنوقة لأنه ما في روح وتتعرف على الرب وبتفتح لك ذهنك للكتب بتروح أول شي بتروح على الخنقه والعبقة بيروحوا بيصير خاي في هواء في روح في روح خدنا نفس صحيح كذلك نتنفس يسوع ومنلهج بيسوع ومنختخت بيسوع لأنه حياتنا هي يسوع كذلك هون بيقول مربولو شو بيقول الموت ربح لي لا لأنه اكتشف الحيات مع يسوع اكتشف الحيات مع يسوع هون بي شو بيقول بيتسالونيكي الأولى خمسة ثمانية بيقول واما نحن اللذين في نهار فالنصحة لابسين لازم يكون لابسين المسيحي المؤمن لازم يكون لابس طيب شو بدنا نلبس؟ بدنا نلبس طوب أسود؟ بدنا نلبس طوب أزرق؟ هي باللبس؟ لا بدنا نلبس شو؟ بدنا نلبس درع الإيمان والمحبة في درع درع بتعمل درع بحياتك ممنوع شو ما يجيك من العالم؟ ما في خرقك لأنه أنت لابس درع لهو الإيمان اللي عامل بالمحبة لأنه منت بحاجة أنه تحمي حيلك والدرع بيحمي القلب أكتر شيء تحمي قلبك والقلب من وين بيفوت عليه؟ الأزية والسهم والذيروسات بدي يسميهم بيفوت من الدينة تسمعي الكلمة بتفوت على الفكر فكرت فيها بتنزل لقلبك مش إن هيك الروح قدس بيحط فيلتر اللي بيختبر الرب يعرف شو عم بحكي بيسمع الكلمة الروح القدس بيرفضها لا لا شو بيقول كل من يسمع كلامي يحيا ما بيدي يقول شو هالحيات بيصير شو هالحيات الحلوة منو يقول شو هالحيات هايدي العيشينا خلقنا مثلي ايه؟ خلقت منحوس بكفي منحوس خلقت معيلي حظ بكفي معيلي حظ شو ما عامل ما بتنجح وهو كلهم مش موجودين مع الرب هو الكلمات بس اليوم أنا بزع الاختي باسمة وقد بشوف ناس مسيحيين عم بيصلوا بفكرهم صحيح وهاني هيدا الكلام أنا ما يريحها شو ما عامل ما بنجح هيدا هاي الكلمة اللي عم بيقولها عم بتنبق على حاله عم بتنبق على حياته عم بتكفيها بيقامن بشو طيب حبيبي صحيح لو مقامن أنت بتقول كل ما عامله أنجح به يعني هايهاني للرب يعني هايهاني للرب الرب بينهان وقتولاده بيقشوا حيات يائسه وبيائسه من هالنوع هو يجا كرماننا الرب يجا تياتيننا نزل من عارف وتواضع كرمان أنا عايش حلوي ورد اللي يتيباره لعني أنا صورته مثاله بس لذا مآمن آمن بكلمته وبيقول هون لذا من نلبس ذر الإيمان والمحبة وحد منا وخوزي في خوزي هاي الجيش الروماني بيحط خوزي هون وخوزي هي رجاء الخلاص شو مانيتها رجاء الخلاص مانيتها هي بتحمي الزهن الزهن بتحمي الراس وبتحمي فكرك مشان هاك انت تنمي إيمانك ممنوع تفكر بشي غير مستأسرين كل فكر لطاعة الرب يسوح وحب الرب من كل فكرك هون وقت فكرك بيكون كله للرب سيتا بينزلها قلبك بيكون انت لابس ذر الإيمان والمحبة هون بتبلش الحياة لكان شيل كل فكر منو من عند الرب لأنو مش مظبوط